بعد أشهر قليلة سيصبح هذا المبنى وهو مخفر شرطة الأشرفي مخفراً نموذجياً هي سياسة تتبعها قوى الأمن الداخلي من أجل علاقة أفضل بينها وبين محيطها تحت عنوان الشرطة المجتمعية في لبنان التجربة الأولى التي أثبتت نجاحها كانت في مخفر عين لمريسي ويستكمل اليوم المشروع بدعم من وزارة الخارجية الأمريكية على أن يشمل كل بيروت وبعدها جميع المناطق اللبنانية وفي حفل أقيم أمام مخفر الأشرفي أكد المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان أن الشرطة المجتمعية هي حلقة أساسية في سلسلة الأمن خلال تجاربنا السابقة تبين أنه عندما يصبح كل مواطن شرطي تزداد نسبة الأمن والأمان وذلك لا يكون إلا إذا أوجدنا علاقة وطيضة بين قوى الأمن والناس كلنا نريد أن يتحول مركز الشرطة الأشرفية إلى مركز تجبيل الشرطة المجتمعية يلي النموذج الناجح القائم في رأس بيروت يشمل دعمنا لبرنامج الأشرفية تجديد وتجهيز المركز لجعله أكثر ملائمة للمجتمعات المحلية وإضافة مزيد من ميزات السلامة وتبلغ كلفة هذا المشروع الممول من مكتب إنفاذ القانون الدولي ومكافحة المخدرات حوالي 730 ألف دولار أمريكي تساعدكي تساعدكي